السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده احنا مش هنشرح ايه هو سمارت تريد. خلاص كلنا عارفين ان هو اقوى مشروع للتداول بالعملات الرقمية. ولكن احنا هنشرح خطوات مهمة جدا مطلوب ان كل واحد فيكو يكون عارفها. هنتكلم النهاردة عن طريقة التسجيل في سمارت تريد. هنتكلم عن طريقة الايداع في سمارت تريد عشان نفعل الباقة بتاعتنا. وهنتكلم كمان عن طريقة ربط الاي بي اي عشان نقدر نربط سمارت تريد بالاي بي اي وكمان هكلمك ازاي تتأكد ان الاي بي اي بتاعك سليم وتحط الفلوس بتاعتك فين بالزبط في المحفظة عشان تتأكد ان البوت هيشتغل. يعني هنتكلم دلوقتي على الخطوات الفنية اللي تتأكد بيها جغال صح على اسمارت تريد وتصبر بقى بعديها وتسيب البوت يجيب لك الارباح بتاعتك. وبنسبة البوت هنتكلم كمان عن البوت اللي تختاره ازاي تختار البوت بتاعك وازاي تشغله. ده برضو اللي احنا هنتكلم عليه. اولا هتلاقي رابط التسجيل في وصف الفيديو. اول ما بتدوس على الرابط هتفتح معاك الصفحة دي. هنا بتكتب اسمك بالكامل. وهنا بتكتب اليوزر نيم بتاعك اللي هو انك نيم بتاعك. هنا الايميل وهنا بتكتب الايميل مرتين هنا وهنا وتأكد ان هو ايميل قوي حروف كبيرة حروف صغيرة رموز وارقام. وهنا طبعا بيكون كود الدعوة مجرد ما بتدوس على رابط بيفتح معاك وبتلاقي كود الدعوة هنا بتوافق على السياسات بتعلم على نوت وبتحل الكباتشة دي لو ظهرت معاك الكباتشة بالشكل ده. وبعد كده بتدوس على اصبح عندك حساب على دي اول خطوة للتسجيل. بعد ما بتسجل بيفتح معاك الحساب بالشكل ده. ولكن بيكون ظهر هنا اشعار باللون الاحمر بيطلب منك انك تفعل الاشتراك بتاعك. نروح كده على البقات. ده المكان بتاع البقات. طب خلينا نحوله عربي برضو عشان نكون كنا فاهمين. من هنا بتحول اللغة للعربي. تمام? هنا بتروح على البقات يا شباب. بتلاقي هنا اللي اشعار اللي بيطلب منك تجديد البقات. طبعا انا هنا مفعل الخطة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. مفعل الخطة بالشكل ده. انت بتظهر عندك الكلمة هنا رفع المستوى. تظهر عندك هنا. مجال ما بتدوس عليها بس يكون الاول عندك رسيد في المحفظة. تقدر تفعل خطوطك والخطة بتاعتك تشتغل. طيب مكتوب هنا اللي الخطة مية وخمسين دولار. طبعا العرض ده الشركة بتقول انه هو لحد اخر شهر اتنين. يعني تقيمة فاضل اقل من عشرة ايام. فانت الحق وفعل باقتك لان السعر هيبقى تنتمية دولار. فانت هتوفر مية وخمسين دولار. ده بالنسبة للباقة. ازاي اعمل ايداع عشان اشتغل الباقة? هتلاقي برضو من هنا حاجة اسمها ايداع. بتاخد عنوان المحفظة اللي ظهر قدامك ده. اللي هو يو اس دي تي تي ار سي عشرين. هتاخده كده كوبي وتروح للمنصة بتاعتك. احنا هنروح لمحفظة هنعمل منها الاداع. وطبعا اخلي بالك فيه في عمولة اداع اتنين دولار. في عمولة اداع اتنين دولار. انا عندي هنا في المحفظة بتاعت البوت. هي محفظة بقطة عشان تكونوا شايفين انا عندي هنا تسعة وسبعين دولار وتسعين سنت. يعني انا سايب فلوس عشان البوت ياخد منها نسبته. فانا هعمل اداع بعشرة دولار. تمام كده? هاخد دي نسخ واروح للمحفظة بتاعت اللي هي بالشكل ده يا شباب اللي هي كوكوين. وابدأ اعمل اداع. اعمل اداع ازاي? انت بتعمل اداع وصحب من كوكوين بالذات من خلال الحساب الاساسي. ولكن لما بتيجي تشغل البوت لازم تسيب فلوسك على الحساب التداول. هفهمك دلوقتي. هندوس كده على المحفظة دي. وننزل عندي حساب التداول. حساب التداول ده اللي انا حاطت فيه الفلوس عشان البوت يشتغل عليها. حاطتها في حساب التداول. طيب انا عايز اسحب منها دلوقتي واعمل الداع لازم تحول للحساب الرئيسي. او الحساب الاساسي. اللي هو ده حلام ما فيهوش اي عملات. فانا هرجع لحساب التداول اللي انت المفروض تسيب فيه الفلوس بتاعتك لما تيجي تشتغل مع سمارت تريد. وتدوس على تحويل. ومن هنا هتبدأ التحول هتكتب المبلغ اللي انت عايز تحوله. انا هحول اتناشر دولار. تمام? وادوس على تأكيد. ممتاز جدا. نجحة العملية. هرجع كده للحساب الاساسي. هلاقي عندي الاتناشر دولار او الاتناشر. ابدأ بقى اسحبهم لمنصة هدوس كده على سحب. بيقول لي هنا اختار او هات رقم المحفظة اللي انت عايز تسحب عليه. ده العنوان اللي انا هسحب عليه. بيقول لي حدد الشبكة. هقول له عشرين. اهي. ممتاز جدا. بيقول لي انت عايز تسحب من حساب ايه? هقول له من الحساب الرئيسي. انت على فكرة ممكن تسحب انا اسف بقى. انت ممكن تسحب من غير ما تحول. او بيقول لك انت عايز تدفع منين? فانا هقول له لا انا هدفع من الحساب الرئيسي. او خلينا ندفع من حساب التداول. تمام? وبعد كده هبرجحهم هنا تاني. تمام كده? الحد الادنى هتحول كام? بيقول لك الحد الادنى تلاتة دولار. انا عايز احول عشرة. بيقول لي تمام الرسوم واحد دولار فيوصل تسعة. بس هيتخصم من الموقع كمان خلي بالك اتنين في اتنين دولار. في عمول التحويل في الموقع اتنين دولار. فانا هكتب تلات عشر. وبعد كده هدوس على سحب. بيأكد عليها العملية هدوس على تأكيد. طبعا هنا دي خطوات امان عشان تأكد عملية السحب في حسابك. هتبعت رمزي للايميل. وكمان بتكتب كود التحقق اللي هو بتاع جوجل اللي بيجي لك على الموبايل كخطوة تأملية لعملية السحب. قال لك تم الارسال بنجاح وبدأ السحب. كده المبلغ بدأ يروح للمحفظة. طيب عشان نأكد العملية المعاملة كده مكتملة. هدوس على عرض المعاملة. هيفتح معي الصفحة دي. اللي هيظهر فيها الهاش اللي احنا قلنا عليه. هاد يا شباب الهاش. هتاخد كده الهاش ده كوبي ونروح به للموقع. بالشكل ده. وندوس على التالي. ونحط هنا الهاش. وندوس على تأكيد. تم تأكيد عملية الدفع بنجاح. كده احنا عملنا الادع. نروح كده لمحفظة ونشوف المبلغ اللي ضاف. ممتاز جدا. كان معي تسعة وسبعين يعني اقول تمانين. بقى معي تسعين دولار في المحفظة. طبعا انا سيب الفلوس دي عشان البوت يسحب منه الربح بتاعه. لان البوت بياخد من الربحك نسبة عشرين في المية. فانا سيب دي هنا عشان البوت ياخد منها نسبته. لان البوت ملوش اي صلاحية على المحفظة تحت كوكوين. فقط بيتداول بيها. ملوش اي صلاحية على محفظتك. فبياخد فلوسه من الفلوس اللي انت بتعمله بها اداعة. تمام يا شباب? كده احنا عملنا الادع. فاضل بقى ان احنا نعمل عشان نربطه بالمنصة. في حاجة عندك هنا اسمها محفظتي. هندوس عليها كده. طبعا انت مش هتلاقي اي بيانات ظهر قدامك لان انا خافي البيانات. لانها بيانات مهمة جدا جدا. عندك هنا حاجة اسمها المحفظة بتختار من هنا نوع المحفظة بتاعتك. باينانس ولا كوكوين ولا اوكي اكس ولا بيت. انا المحفظة بتاعتي كوكوين. وعندك هنا ثلاث مربعات زي ما انت شايف. والتالتة دي اللي هو كلمة المرور للاي بي اي. عشان تسمح للموقع ان هو يتداول ويكون معاك كلمة المرور للاي بي اي. عشان يقدر يخش على حساب التداول بتاعك ويتداول بالفلوس. وباكد تاني مالوش اي صلاحية الا التداول. مش هياخد من المحفظة مالوش اي صلاحية عن كده. فقط بيتداول. نعمل بقى ازاي ده. ونجيب البيانات نحطها هنا. هتدوس على الحساب الشخص بتاعك. وتنزل على ادارة اي بي اي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا بتاعي. انا هعمل لكم اي بي اي جديد عشان اقول لكم ازاي بتعملوه. هندوس على انشاء اي بي اي. انا بيقول لك اكتب اسم عايز تسميه ايه? سميه زي ما تسميه. تمام? انا كتبت ايه 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 كلمة مرور دي مهمة جدا. ولازم تكون حافظها. لان دي اللي انت هتحطها في موقع وتكون كلمة قوية عشان تحمي بيها بتاعك. بس تحفظها عشان انت هتحطها في انا كده عملت كلمة المرور. بعد كده بتنزل هنا وتدي له صلاحية التداول. بتدي للبوت صلاحية التداول. او صلاحية التحويل? طبعا لا. ما تدي له صلاحية التحويل. حتى الموقع بيقول لك لا يوصي بها. تدي له صلاحية التداول. بعد كده بتعلم على كلمة الرقم. عشان تدي له صلاحية الدخول توصل او البوت يوصل صلاحية الدخول بتختار من هنا بقى المدة تسعين يوم او دائم او زي ما انت عايز بس انت خليها تسعين يوم بحيس تغيره كل تلات شهور. بعد كده بتدوس على التالي. هتعلم على الكاباتشا دي بعد كده بيطلب منك كلمة مرور التداول اللي احنا بتعملها من اعداد الامان عشان تحمي الحساب بتاعك كلمة مرور التداول غير كلمة مرور الاي بي اي دي حاجة ودي حاجة دي كلمة مرور التداول ممتاز جدا بيقولك فاضل خطوة واحدة بس هتروح للايميل بتاعك وهتلاقي فيه رسالة جات لك على الايميل الرسالة بتجيلك بالشكل ده هتدوس على اكتفيت اي بي اي ممتاز جدا فتح معاك الصفحة دي ايه بقى الصفحة اللي انت بتاخد منها الاي بي اي وبتحطها في الموقع طبعا ده اسم الاي بي اي مش مهم لكن المهم عندنا المفتاح وكلمة المرور دي اللي هي السطر ده هلاخد كده المفتاح اول وقت حاجة وتروح لموقع اسمارة تريد وبتحط المفتاح في الاي بي اي كي طبعا انا مش هحطها عشان ما غيرش المفتاح اللي عندي هتحط المفتاح في ال EBI Key بعد كده بتاخد الرقم اللي باللون الأحمر ده نسخ كده وترجع للموقع تاني وبتحطها في ال EBI Secret وتحطها في المربع ده في ال EBI Secret وبعد كده عندك هنا كلمة مرور التداول اللي عملناها واحنا بنعمل ال EBI لما قلت لك احفظها عشان هتحطها في الموقع بتبدأ تكتب كلمة المرور هنا في الموقع وبتدوس على حفظ ويبقى انت كده ربط المحفظة بتاعتك كوكوين بالموقع والبوت هيقدر يتداول وترجع هنا وتدوس على تأكيد اذا انت مش مطلوب منك اي حاجة تاني في كوكوين غير انك تخلي الفلوس بتاعتك على محفظة التداول زي ما انتو شفته مش على محفظة الاساسية تكون على محفظة التداول دلوقتي فاضل بس ان انت حدك تختار البوت عندك هنا ست بوتات وانصحك تختار واحد منهم بوت ماجيك بوت سور بوت هورس دراجون افاتار وبوت جوتزيلا واحد من الستة دول ده لو انت رأس مالك فوق 300 دولار لو رأس مالك صغير تروح للبوتات دي لو من 50 دولار وانت طالع يا اما البوت ده يا اما البوت ده لانه بيشتغل على عملة واحدة بس بوت الاسيريام او بوت ال اي اكس بيشتغل على عملة ال اي اكس اس او ده بيشتغل على عملة الاسيريام يبقى تختار واحد منهم حسب رأس مالك رأس مالك كبير تختار واحد يا اما جوتزيلا يا اما افاتار يا اما دراجون بعد كده حضرتك بتدوس على تشغيل هيفتح معك الصفحة دي بيقول لك حدد هنا الرصيد الافتتاحي بتاعك انت عايز يشتغل بكام تلتمية ربعمية براحتك زي ما انت عايز بس لو انت معك ربعمية في المحفظة اكتب هنا تلتمية وتمانين معاك خمسمية اكتب هنا ربعمية وتمانين قال للعشرين دولار طيب ليه ان البوت بيشتري عملة بيحطها في محفظتك علشان يدفع بيها الرسوم التداول رسوم دخول الصفقة فانت لو رأس منك هنا مثلا الف خليه تمنمية وتمانين او خليه تمنمية وسبعين تدي مبلغ زيادة البوت يشتري بيها عملة يدفع بيها الرسوم التداول وبعد كده بتدوس على حفز والبوت مباشرة بيشتغل هتلاقي البوت الحالة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده ايه عشان البوت شغال بتلاقي رصيدك اللي افتتاحي اسم البوت بتاعك المحفظة بتاعتك الفلوس اللي في اسمات اللي بياخد منها النسبة بتاعته كل حاجة عندك بتكون جاهزة وكده انت مش مطلوب منك اي حاجة رأي انك تتابع صفقات البوت من الصفحة دي الصفقة اللي بحها الصفقة اللي اشتراها وربحك بيكون على المحفظة بتاعتك في كوكوين مش بتاخد اي حاجة من هنا بلص ان في حاجة اسمها الربح من الاحالات انك انت لو دعيت حد للموقع بتاخد على كل واحد بتدعي 10 دولار ولو دعيت 101 بتاخد ايفون 14 ده من المزايا بتاعت الموقع وكده احنا وصلنا لكل الخطوات اللي بتفيدك في تشغيل محفظة سمارت تريد او موقع سمارت تريد وتربطه بمحفظة بتاعتك